في كافة الجوانب على مستوى الطالب على مستوى عضو هيئة التدريس البيئة التعليمية بشكل عام احنا بتكلم على طفرة كبيرة حصلت في الجماعات المصرية مش بس كماً لا ده نوعاً وكيفاً احنا بتكلم على جودة التعليم وكيفية استحداث هذه المناهج في هذه النقطة تحديداً دايماً أي جامعة في أي مكان في الدنيا تستهدف أن تقدم خريجين يلبوا طلبات سوق العمل المتغيرة واحنا في العالم كله سوق العمل بتغير متطلباته من يوم لليوم التاني بشكل سريع في هذه الجزئية تحديداً إزاي الجماعات المصرية في الاستراتيجية الخاصة بتطوير وارتقاء المنظومة التعليمية للجماعات بتضع نصب عيونها سوق العمل بش بس المسل العالمي من خلال استحداث مناهج وكليات جديدة الحياة التنوع يعني بقى فيه دلوقتي تنوع فيه المستوى أو يعني فيه النوعية بتاعت الجماعات والكليات بالإضافة للتنوع بقى فيه نوع من التوزيع الجغرافي اللي هو يشمل كل المناطق اللي موجودة بحيث أنها تغطي هذا الكلام التنوع عندنا دلوقتي الجماعات التكنولوجية الحقيقة الجماعات التكنولوجية بقت مهمة جداً وهي بتاخد الطالب يعني اللي بيدخل فيها بيبقى الطالبة اللي هي مثلاً دخلوا بإعدادي وسنوي في نفس التخصص وبعدين يدخلوا المعهد العالي أو الكلية دي الحقيقة رافض هم جداً بالنسبة لنا في نصر غير كده بقى كل جماعة لها خصوصية حسب المنطقة اللي فيها صحية المجتمعية مجتمعية وده اللي مطلوب أنه هنا يبقى فيه خدمة المجتمع الحاجة التانية بقى التعاون مع برة يعني بقى فيه اتفاقات كتير قوي مع برة فبالتالي فيه طلبة كتير قوي لما بيتخرجوا بيسافر اشتغلوا برة وفيه ناس وده على فكرة من أحد أهم معايير تصنيف الجماعات إن احنا يبقى عندنا طلبة من برة بيدرسوا في مصر ويبقى عندنا احنا أسازة من عندنا بيدرسوا برة وأسازة من برة بييجي درسوا عملهم وده الحقيقة متاح دلوقتي لأن المستوى بتاع الجماعات بتاعتنا متناسب جدا مع مستوى الجماعات اللي موجودة برها فكرة اتفاقيات الشراكة واتفاقيات التوأمة اللي بتحصل والسكولرشيبس اللي حصل توسع فيها سواء من المصر للخارج أو من الخارج لمصر يعني وجود مستويات تعليمية مختلفة ما بين إن أولادنا بيحتكوا بالخارج أو إن احنا بنستضيف كمان ناس تيجي تتعلم من خبراتنا ده أعتقد إنه هو بيعمل نوع مختلف في الحراك صحيح للتصنيف بالإضافة إن قبل كده يمكن كان فيه مجهود ما كناش من يبقى أخذين بالنا منه ما كانش بيبقى فيه اهتمام بالنشر الدولي يمكن لما بقى فيه اهتمام بجودة التعليم ومعايير الجودة والنشر الدولي ده أثر بشكل كبير قوي على جودة التعليم وأثر كمان على ترتبنا طبعا يفنم لإنه هو مهمة الكلية والجامعة وعضوها للتدريس التلات حاجات التدريس والبحث العلمي وخدمة المجتمع فالتلاتة دول يعني كل ما حضرتك تنوعي فيهم وتجودي فيهم كل ما ده بيؤدي إلى يعني الفايدة اللي تعود على المجتمع وعلى برة سيادة الرئيس في فترة من حوالي خمس ست سنين قال إن إحنا أي جامعة جديدة لازم تتعمل لو كانت أهلية أو خاصة يبقى فيها تعاون مع جامعة في أعلى مئة جامعة حسب التصنيفات العالمية فده عمل قفزة بقى لأنه مبقاش فيه أي جامعة بتتعمل دلوقتي إلا لما يبقى فيه شراكة مع جامعة شراكة مع جامعة تانية وده يعني الحقيقة بيؤدي إلى تنفيذ يعني الحاجات اللي حديثك أشرت إليها يعني